الآن مع كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة فلتتفضل سيادتها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس السيدات والسادة الحضور الكريم كل عام وكل امرأة عظيمة تعيش عصراً ذهبياً يؤمن لها كافة الحقوق والحريات عظيمة بلا حدود وتحلم بلا حدود ونفخر أمام العالم بأن تساندها إرادة مصرية واعية مستنيرة فسلاماً على من رأى جدار الوطن يريد أن ينقضف أقامه ولم يتأخر لحظة سلاماً على من لم ينتظر أي شيء ولكن في كل خطوة كانت القناعة والإيمان بأن أجرنا على الله سلاماً على يد تمتد في أيامنا فتواسي وتقبر وتجود فخامت السيد الرئيس لقد رزقنا إنسانيتك فكل التحية والتقدير السيدات والسادة الحضور الكريم كلمة اليوم شهادة للتاريخ فالأحلام أصبحت حقيقة فبعد 72 عاماً من المطالبات نشرف اليوم ونفخر بأن تكون بيننا في القاعة ولأول مرة في تاريخ مصر قاضيات بمجلس الدولة ووكيلات النيابة العامة شكراً قضاة مصر الأجلاء كل في موقعه ومرة أخرى كلمة السر هي الإرادة السياسية الداعمة التي شجعت وعززت حصول المرأة على كافة حقوقها الدستورية وسوف يذكر التاريخ أن سيادتكم من صهر الأبواب الحديدية أمام المرأة المصرية لتتولى كافة المناصب في مصر دون أي تمييز الحضور الكريم يعمل المجلس القومي للمرأة بيت المرأة المصرية بلجان وفروع في كافة المحافظات في برنامجي حياة كريمة وتنمية الأسرة ونجد التكامل والتنصيق من قبل الحكومة على كافة الأسعيدة للتخطيط القوي المراعي لاحتياجات المرأة وتنميتها الاقتصادية إعمالاً منهج الحق في التنمية وأطلق المجلس هذا العام بالتعاون مع الوزرات المعنية برامج لتدوير المخلفات الذراعية والمشروعات الخضراء وتشجيع وتعذيذ التفقيف المالي والرقمي والتدريب لريادة الأعمال وتعذيذ الخدمات التسويقية لصاحبات الأعمال وتطوير الحرف التراثية علاوة على تأهيل الفتيات في التعليم الفني وتعذيذ استخدام التكنولوجيا لتمكينها اقتصادياً كما نحتفل اليوم باستخراج البطاقة رقم مليون بالمجان للسيدات الأولى بالرعاية ونعمل على جلسات التوعية بالقضايا السكانية بالتعاون مع كل من الأظهر الشريف والكنيسة ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف لاستهداف قيادات دينية من الأئمة والقصاوسة والراهبات والوعزات وننفذ أيضاً برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة التي تستهدف الأباء والأمهات ولأننا نؤمن بأن الاستثمار في الفتيات سوف نحصده في المستقبل امرأة واعية قوية نعمل على تزويدهن بالمعارف اللاذمة الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تمكنهن من اختيارات أفضل لحياتهن فخامة الرئيس السيدات والسادة تحويشة أول تطبيق رقمي في مصر لمنظومة الإدخار والإقراض جاء ثمر للتعاون مع البنك المركزي وهو البديل الرقمي الجديد لصندوق الإدخار الحديدي القديم المنتشر بقرى ونجوع مصر نقلة نوعية للقرى المصرية لتصبح مجتمعات بنكية رقمية غير نقدية وهو النقلة النوعية للميسرات الماليات بالمجلس القومي للمرأة حيث أصبحنا لأول مرة في مصر وكيلات مصرفيات يعني بنك بكل الصلاحيات يتنقل من بيت لبيت يقدم الخدمات المالية والمصرفية سيادة الرئيس السادة الحضور نولي اهتماماً كبيراً بالتوعية باعتبارها إحدى أهم وسائل التغير في المجتمع ونعمل على ذلك باستخدام كافة الأساليب الفن والدراما ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التكنولوجيا الحديثة جنباً إلى جنب مع النذول لطرق الأبواب في كل القرى والكفور والنجوع الحضور الكريم شهد عام 2021 إقرار قوانين وإدخال تعديلات تشريعية لتحقيق التمكين والحماية منها تعديلات بتغليد العقوبات في جرائم التحرش وتجريم تطبيب ختان الإناث والتحريد عليه علاوة على القرارات التي تؤسس على حماية المرأة في وسائل النقل ورفع القيود المفروضة على قدرتها على العمل ليلاً وفي قطاعات بعينها وتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال وتمثيل المرأة في مجالس إدارات البنوك والمثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل بيئة عمل الشركات ولأول مرة في مصر يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف ليكون هناك مقر مجمع لخدمات الجهات والوزرات المعنية في مكان واحد تسهيناً للإجراءات المتبعة كما عمل المجلس القومي للمرأة على إطلاق واعتماد أول نظام إحالة وطني لجميع حالات العنف ضد المرأة وتوسعنا أيضاً في افتتاح وحدات الحماية وحدات الاستجابة الطبية الحضور الكريم إن ما وصلت إليه المرأة المصرية هو مصدر فخر للدولة المصرية وحلقة مضيئة في سماء جمهوريتنا الجديدة وأصبحت جهود تمكين المرأة في مصر نموذجاً ومحركاً في المحافل الدولية ففي هذا العام استضافت مصر المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة لدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي وتسلمت مصر رئاسة المؤتمر ونشرف بأن مصر بالشراقة مع منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي تعمل على إطلاق مركز الفكر والامتياز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة حتى يكون مركزاً رائداً في المنطقة وترحك مصر مؤخراً بياناً عبر إقليمي عن التمكين الاقتصادي للمرأة في الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان في جناف وأطلقنا رؤية مصر الدولية بشأن المرأة والبيئة وتغير المناخ في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك سيادة الرئيس لقد ارتبط اسم المرأة المصرية بصفات القوة والشجاعة والإقدام والصبر والوفاء فهي القوية المثابرة هي العاشقة لوطنها والمساندة لها وبكل قوة وأتذكر سيادة الرئيس كلمات سيادتكم لفتاة في شرم الشيخ لا ما تخفيش جوة مصر ما تخفيش بلدنا بإذن الله ربنا حفظها وأؤكد لسيادتكم أن صدى هذه الكلمة عظيم على سيداتي وبنات مصر سيادة الرئيس عهدت ووفيت ودافعت وانتصرت لحقوق المرأة المصرية حتى أصبح ذلك هو نهج الجمهورية الجديدة جمهورية جديدة تحترم وتقدر المرأة إيماناً بأن تمكينها واجب وطني وحق أصيل من حقوق الإنسان شكراً سيادة الرئيس شكراً سيادة الرئيس شكرا